خبر آخر محافظة القاهرة كانت أصدرت كلنا فاكرين أنها كانت أصدرت في فترة ما يعني فترة قريبة قرار بإزالة بعض المباني والعقارات الوقعة في شارع 26 يوليو ده طبعا كان ضمن خطة لتطوير منطقة مسلس مسبيرو والقرار تضمن صرف تعويضات للملاك والمستأجرين الموجودين في هذه المنطقة النهاردة بقى محافظة القاهرة بدأت فعلا جلسات الحوار المجتمعي مع أهالي المنطقة منطقة مسلس مسبيرو كمان 26 يوليو علشان يبحثوا لأزمة بين الطرفين ويحاولوا يتوصلوا لحلول بخصوصها المحافظة أكدت أن الأجهزة التنفيذية مش هتتخذ أي إجراء يضر بمصالح الناس وبالصالح العام وإذا كان العقار بيعود للتراث وله رقم توثيق فمش هيتم هدمه إلا إذا كانت حالته الإنشائية أصلا متدهورة وتطويره مش هيأثر في حاجة ومش هيكون لأي إيمة